محطتنا الأخيرة لليوم رح نتفرد فيها ضمن الحديث عن دور وأهمية الكشف المبكر على امتداد شهر أكتوبر الوردي وأسهاماتها بالعلاج والشفاء شو هي العلاجات الحالية وأسئلة غيرها طبعا معنا الدكتور أحمد عرق سوسي ارتساسي بجراحة العامة والتنظيرية جراحة أستدر سعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك سعد صباحك دكتور بالبداية خلينا نعرف سرطان الثدي تاريخه انتشاره الاحصائيات الأخيرة اللي هل خفت النسب بسبب الوعي على الكشف المبكر أم بعده بتزايد أول شي سرطان الثدي هو السرطان الثاني كان أول شي سرطان أول عند الإناس حاليا مع التزايد صار بسرطان الثاني صار طيبا سرطان الثاني كنسب انتشار حاليا شلون بقى واحدة من كل تسع سيدات عم سير مع سرطان الثدي أو مشكلة بالسدي بمرحلة ما من العمرة عنا لساته النسبة أقل شوي واحدة من كل عشر من نساء عرفت علي كيف هلا النسب عم تزيد مع عم تنقص لسببين السبب انه زيادة انتشار السرطان وحسب يعني هنحكي كتير على الأسباب تبعيتي منه والشي جاي انه نحن الأهمية الكشف المبكر يعني الحملات اللي عم تصيي واستقصاءات وفحص السدي الزاتي وكذا كلها دعمي خلي انه احنا صنع نكشف انه سرطانات أكتر بأعمار أقل وأحجام أقل نعم خلينا نحكي أيضا عن يمكن هذا الشهر اعتبرناه شهر الوردي لأنه صار في حملة توعية كثير كبيرة بما يقص الفحص المبكر لسرطان الثدي يمكن صار معلومات يمكن على مدار السنوات اللي مرأت علينا أنه صار في وعي أكتر عند النساء خلينا نحكي أهمية الكشف المبكر وأهمية التوعية بهذا الموضوع لا أعفين أطار المكتب مهمة من زمان كان سرطان الثدي يعني عند المرأة يعني كارثة كتير نفسية سرطان الثدي يعادل تقريبا للموت هي كان الفكرة القديمة من قبل 40-50 سنة حاليا أنه كتير نساء صلهم فترة مصابين سرطان الثدي تعالجوا أخذوا علاج مضبوط عشتون شفيوا الحمد لله في كتير منهم كان سواء جراحات محافظة يعني نظرينا السدي دل موجود أو جراحات تعوضية عوضنا بواترزات أو عضلات أو كذا وعندما أرسوا حياتهم فينا عنا كتير سيدات صلهم فوق العشرين ثلاثين سنة فالفكرة الأديمة أنه كان سرطان الثدي سرطان قاتل خلصنا منها هي فتكيف نعم هلا نحن نصف في القصة نحنا كيف نحن تعيش معه إذا قدر إذا نكشف تمام وشو علاجات اللي نحنا ممكن نحافظ في الأنسة على أنوستها يعني نسدي بعادل أنوستها عند المرأة عفتشل وبنفس الوقت بأقل رد نفسي أو رد جراحي ورد كذا فنحنا حاليا أهمية الكشف المبكر هي أن نكتشف شغلات غير موجودة للسم غير مشسوسة أو بأحجام كثيرة صغيرة أو بداياتها يعني نفسهم لحظنا أن العلاج مناسب إن شاء الله تعالى بأقل تكاليف سواء رديا أو تجمينيا طيب شو هي العلاجات الحالية لسرطان الثدي؟ نحن العلاجات تتقسم عن علاج جراحي، علاج هروموني، كيميائي، شواعي بس نحنا كفكرة أساساً كان دائماً من الزمان قالوا عملية هالستيد، هالستيد المعدلة كذا كاستقصال حالياً نحنا نحن نحكي بشي بشغلتين أول شيء استقصال سدي جزئي قصمي يعني بس عم ناخد كتلة كون كتير صغيرة أخذنا علاج كذا وحواليها القصم وفي عنا شيء اسمه الجراح يعني استقصال السدي التجميلي الورمي نحنا ناخد حوافنا كتير ممتازة وبنفسها نحافظ على السدي عند الأنسة نحنا كفكرة من الأول كان دائماً أنه نخد جراحها بعدين نحكي شو بدنا نكمل أشعة كيمية هلأ لأ وتكشب أحجام الضيبة بتاخد خزعة نشوف المستقبلات شو الوضع كذا وشتور عمنا فيه شيء اسمه نفهم اسمه نيو أجوفنت كيمو راديو سربي هذا نحنا علاج شعاعي الكيماوي قبل العمل الجراحي بنحسب هذا الورم شو وضعه شو مشكلته شو اللي بفيت فيه والجرع اللي لازم يأخذ المريض تأخذ المريض عفتكيب تتأسم بتأخذ تلت أو نص قبل ما تعمل جراحة بتقير موضعه فنحنا كتلة بتكون زغرة عقد بتكون خفت إن شاء الله تعالى وبنستقصيل وبعدين نعفشتون منكفي الأشعة والكيمية عفشتون فهلني أجوفنت كيمو راديو سربي كتير فادت إنه نحنا خففت حجم الاستقصال وحافظنا على السدي بشكل جيد ونسب الشفاء صارت أكباب حجمة كبيرة نعم خلينا نحكي دكتور أيضا ما هي المعالجات الحالية لسرطان التدي يعني دائما العالم في تطور ودائما بيكون عندنا يمكن مراحل في علاج خلينا نقول سرطان التدي وخاصة في الكشف المبكر يعني بما تكون الكتلة الصغيرة بما تكون كبيرة لا تستدعي أحيانا استقصال ممكن معالجتها أيضا بالأشعة ممكن معالجتها بالأدوية طبعا هذه الفكرة نحكي نحن هدف يعني نحن حملة الكشف المبكر على السرطان السدي بكل العالم أنه أنت تكشف سرطانات أو أوهام مشتبهة بأحجام صغيرة أو حتى غير مشروسة بالنسبة للسيدة نحن عادة نوجه رسالة بشكل جيد للنساء اللي عم تسمع علينا رفتون الأساس بكلها الحكي هو الفحص الزاتي للسدي يعني السيدة هي أكتر واحدة متألفة مع السدي تبعيتها منها بتعرف لا قدر الله إذا كان هناك تغييرات مثلا لون الجلد الحلم يتغير اتجاهها مثلا حسيت بكتلة صغيرة مثلا في مفرزات ملائمة كذا فحص السدي نحن نبكز دائما أنه الفحص السدي الزاتي للأنثة بالحمام اللي بعد الدورة يكون السدي أقل احتقالا وهي حمام الطهارة اللي عم تحمل فتفحصها على شتول أي تغيير أو كذا تراجع طريب الجراحة أو طريب النساء حيكونوا أقدر أنه يقيموا ويرجعوا وين تتجاه الآن نحن الحملة اللي عم تصيف نحن نسموه نحن نحن سكرينينج نحن في عنا أول شي لأعمار المستهدفة فور الأغمين خمسة وأغمين تمام مفروض كل سيدة تساوي فحص الماموغرامة مره واحدة على الأقل عشتون العمارة بين الأغمين و الخمسة وأغمين هذا حيكون أساسي للفحوص اللاحقة حتى القارن فيها في حال الشك أو كذا ممكن يستكمل فحص صفحص إيكوغرافيا وحسب التوجه نحن في عنا مقياس معين شعاعي بيحددو أنه هي بدا خزعة هي بدا مراقبة هي ما بدا هي كذا حسب من أن نتوجه المراحلة الثانية تمام الحديث الماموغرام نحن كدنا الحملة صنع رميها ثلاث سنين بده ينديس الماموغرام أول ماموغرام بده ينديس من شخص عنده خبار أقل شيء بـ 300 خراءة شعاعية إذا فيه شك كذا سيشوفه للشخص ثاني أو شعاعي آخر خبارة فوق 600 حالي وهدول بقابة يعني بيقريموا حسب مقياس اللي عم نحكي عنه انه في حاجة لخزعة لا بدا مراقبة بس في حاجة الداخل الجراحي مباشرة هاي الترتيب تبعيته منه نصائح أخيرة بتوجهها لكل سيدة اليوم للتوعية نحن المشكلة الأساسية بين عنا وبين بقعة بقعة كثيرة سلطات عم تنكشف مراحل ستيج ون مراحل كثيرة جدا أحجام كثيرة صغيرة وموظروا عم يأخذوا علاجات مناسبة عم يشفوا ومحافظة على السدي ومتما حكينا مفهوم انه استصال السدي الوغمي التجميلي يعني عم استصالة صغيرة ونحافظة على السدي هون نحنا للأسف كثيرة حالات عم تنكشف كثيرة متقدمة السبب الأساسي نحنا عندنا الأنثى الخوف يعني ما بدي يكون معي كذا لقيم كان مو هيك شتون نفسيا نحن المرض يعني من الله موعب الواحد نصاب وكذا نعيب انه ما يتعامل صح مع المشكلة تبعيت منه ففي حالة شك بأي مشكلة أو كذا شتون ترجع الطبيب المختصط سواء طريب الجراحة أو طريبة النسائية هي بتقيم انه هالمشكلة هي بدها تداخل أكتر أو خلاص يعني شغلة سليمة إن شاء الله مو من حالة وانه لا والله ما بدي أنا يعني ليكون ليكون معي كذا المشكلة موجودة نحط راسنا بالرقام ما حن حن المشكلة يعني بقضة حن فاقر المشكلة أكتر والفحص الزاتي حكينا عنه كل شهر بشكل الزاتي ومفوض انه تدغب الأنثى عليه موات ما تكون هنا وقت البلوغ والماموغرام هلأ ضمن الحملة أو خارج الحملة كل سيدي بين الأغمين خمسة وغمين أشتون أجزم تعمل الماموغرام مرة واحدة على الأقل أكيد يعني دكتور يعني كان مع هالمعلومات يعني مفيدة اللي قدرنا هيك ناخذها من حضرتك وصل صباحنا لختامة بنتشكر وجدك معنا بنتشكر المعلومات اللي قدمت لنا ياها وإن شاء الله يا رب هيك يكونوا جميع السيدات قدروا يستفيدوا منها وخاصة في مجال الكشف المبكر عن سرطان التديل الحد من انتشاره وإن شاء الله السلامة إلى الجميع شكرا لك شكرا لك ولوجودك